رجل نوى الإقامة أشكل أكثر من شهر هل يقصر أم يتم أسأل السرعة سنة الراتبة أم لا إذا كان الإنسان نزل بلدا لغرض مقصود متى انتهى غرضه رجع إلى بلده فهو مسافر ولو بقي عشر سنوات لأنه لم ينقل إقامه وسواء عرف أن هذا الغرض ينتهي بمدة أو لم يعجب فمثل إنسان مريض قدم إلى بلده للعلاج وهو يعرف العلاج ما يكفيه يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين أيقصر أم لا يقصر إنسان آخر قدم إلى البلد للدراسة المريض قد يبرأ قبل المدة التي قدرها لكن هذا إنسان للدراسة يعلم أنه ما يمكن يغادر البلد قبل أن تنتهي دراسك في أربع سنوات لكن بعد ما تنتهي الدراسة يرجع إلى بلده وهو يقول في قرارة نفسه لو أعطوني الشهادة بعد عشر أيام يرجع من المر إذن لم يتقذ هذا قراراً ولا وطناً فله أن يقصر وهذه المسألة مسألة عظيمة وكبيرة وفيها خلاف بين العلم كثير يزيد على عشرين رأي وقد قال الله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليم الآخر ذلك خير وأحصن تأويله لو رجعنا إلى أكتب الله ما فيه تحديد الممتع أبداً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والضارب للأرض قد تطول مدته وقد تقصر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله آخر تجار التاجر إذا نزل البلد هل هو يعرف هل هو يعرف أن ينقضي بيومين أو ثلاثة أو ربما يعرف أنه لن ينقضي إلا بشهر هو كذلك لا يعرف أنه ينقضي إلا بشهر فهو ضارب في الأرض ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال للأمة يوم من العجام من أراد منكم الإقامة أكثر من أربعة أيام أو خمسة أيام أو خمسة عشر يوم أو تسعة عشر يوم هل يتم ما قال هذا السنة بين أيدينا ما قال لذلك بل هو عليه الصلاة والسلام أقام مجدا متفاوتا أقام في مكة كم في حجة الوداء كم لا في حجة الوداء في حجة الوداء قدم مكة يوم أربعة وخرج منها صباح أربعة عشر كم أقام أشرة أيام ولهذا سئل أن اسم المالك كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداء قال أقمنا بها أشرة أشرة أيام أقام في عام الفتح كم تسعة عشر يوم أقام في تبوك عشرين يوم ولم يقل للناس من أقام هذه المدة فليقصر ومن زاد فليتم بل هو عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الرابع وجعل يقصر الصلاة إلى أن رجع لمديدة حلقا للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم أبدا ما قال وهو يعلمه نفسه صلى الله عليه وسلم أن الحجات يقتمون قبل اليوم الرابع قال الله تعالى الحج أشهر معلومات متى تبدأ إلى أشهر من شوار من عيد الفتر فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقتمون قبل اليوم الرابع ولم يقل الحجات من قدم منكم قبل اليوم الرابع فليتم والأصل أن الأصل فقاء السفر وأن يبقى الشيء على ما كان عليه حتى يقوم دليل واضح على أن الحكم انقطع وقد تكلم الشيخ السلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا في أول في الفتاوي في باب صارة الجمعة وبيّن أن القول بأنه محدد بأيام لا دليل عليه وأنا أقول أن الدليل على خلاله لأنه لو كانت المدة محددة بأياربعة أيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لقال من قدم منكم قبل المرابع فعليه أن يتم المهم من الإنسان إذا قدم إلى بلد يريد علما أو سجارة أو زيارة قريب فهو مسافر ولو طالت المدة يتلخص برخ السفر كلها نعم